اشتركوا في القناة النقلة الوطنية لسلطنة عمان بهدف زيادة عدد رحلاتها بين المملكة والسلطنة لتصبح ستة رحلات يوميا ويوفر رمز المشترك لعملاء طيران الخليج العديد من الرحلات الإضافية للوجهات التي تشهد رواجا في أوروبا وآسيا وشبه القارة الهندية مع إمكانية لربط الرحلات مع طيران العماني إلى العديد من الوجهات المختلفة عبر شبكتها هذا وقد صرح رئيس القطاع التجاري بطيران الخليج أحمد جناحي أن هذه الاتفاقية تعكس مدى أهمية التزام الناقلة الوطنية بتقديم خيارات للسفر جذابة لعملائها للسفر إلى العديد من المحطات الرائجة أظهر تقرير مصرفي أن أداء البنوك التجارية المحلية السابع المدرجة في بورصة البحرين شهد تحسنا خلال النصف الأول من العام الجاري 2017 ما يؤكد سلامة القطاع المصرفي في المملكة وقد خلص تقرير أعدته جمعية مصارف البحرين أن النتائج المالية للبنوك التجارية المحلية السابع تظهر بأن الأرباح النصفية لهذه البنوك مجتمعة تجاوزت 192 مليون دينار بزيادة نسبتها 2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي هذا وأكدت جمعية مصارف البحرين في تقريرها أن قطاع مصارف التجزئة وصل تسجيل نتائج مالية إيجابية على مدر الأعوام الماضية وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية المحيطة بسبب تراجع أسعار النفط والآن نتابع أسعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخارجية والعالمية نوصل نشرة اقتصادية ومشاهدين مع أداء البورصة الخليجية لإنهات تعاقدات هذا اليوم وكما نلاحظ على شاشة كانت الإغلاقات متبينة في تداولات هذا اليوم ونبدأ مع أسوق البالية السعودية التي أغلقت بارتفاع مواصلة ارتفاعاتها في التداولات السابقة والارتفاع اليوم جاء بنسبة 0.14% عند مستوى 7263 نقطة بسبب قوة التداول على أسهم قطاع البنوك نتحول إلى بورصة الكويت التي أغلقت متراجعة بنفس النسبة التي ارتفعت بها بورصة أو سوق المالية السعودية وأغلقت عند مستوى 6922 نقطة وجاء على رأس الانخفاض مؤشر قطاعي الرعاية الصحية وأيضا الخدمات الاستهلاكية ننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي أغلق على ارتفاع بنسبة 13 نقطة المئوية عند مستوى 4487 نقطة بسبب تقدم أسهم قطاع السلع الاستهلاكية وأيضا قطاع الخدمات فيما سجل سوق دبي المالي أيضا ارتفاعا بنسبة تزيد عن ارتفاع سوق أبوظبي بنسبة تقترب من 14 نقطة مئوية عند مستوى 3624 نقطة ويعود سبب صعود مشاهدنا لارتفاع مؤشر قطاعي النقل والعقارات في بورصة دبي سوق مسقط الأوراق المالية أغلق على تراجع بخلاف الأغلاق يوم أمس بتراجع بنسبته 0.34 نقطة مئوية عند مستوى 4955 نقطة متأثرا بتراجع تدول على أسهم قطاعات المال والتأمين وأيضا البنوك بورصتنا المحلية ومشاهدين أغلقات على انخفاض مواصلة انخفاضات في التداولات السابقة عند مستوى 0.18% عند مستوى 1305 نقاط وذلك بسبب ضغط الأسهم القيادية التي أدت لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وأيضا قطاع الاستثمار وقطاع الخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.811.000 سهم بقيمة إجمالية قدرها 498.020 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 55 صفقة وقد تركز أنشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة منسبته 60% من قيمة الإجمالية للأسهم في خبر آخر حققت حكومة المملكة العربية السعودية نجاحا كبيرا في الحصول على تمويل الأسواق العالمية والمحلية خلال عامي 2016-2017 بدعم من إقبال كبير من المستثمرين المحليين والدوليين وقد تمت تغطية سندات وصكوك دولية أربع مرات فيما تمت تغطية إصدارين من السكوك المحلية ثلاث مرات ووفقا لتحليل صحيفة الاقتصادية فقد حصلت الحكومة السعودية على تمويل بنحو 166 مليار ريال من الأسواق العالمية والمحلية وانتهت وزارة المالية السعودية من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي الثاني تحت برنامج سكوك الحكومة بالريال السعودي وتجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه السكوك 38 مليار ريال سعودي في الإمارات تسعى شركة داماك العقارية إلى تسويق المجمع السكني الخاص The Trump Status Park Residence الذي يضم مجموعة من الفلال الفاخرة خارج الدولة والمنطقة وقال نيل ناماكولولين المتحدث الرسمي لشركة داماك العقارية المدرجة في سوق دبي المالي إن شركتها تدرس فرصا للاستثمار في مدن كبرى في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وأكد محللون أن المستثمرين الأجانب في أوروبا سينجذبون إلى عقارات شركة داماك وهو ما يعد فرصة سانحة لهم للدخول والاستثمار في دبي قالت وكالة فيتش للتصنيف الإيتماني إن سحب الودائع غير المحلية من البنوك القطرية سيرفع تكلفة التمويل ويضغط على هوامش الربح وضافت الوكالة أن مقاطعة الدول العربية لقطر سترفع تكلفة التمويل على بنوكها في أسواق الدين العالمية كما أن التمويل والسيولة لديها ستتعرض لدراجات متفاوثة من الضغط جراء نزوح الودائع غير المحلية وتراجع القروض بين البنوك هذا وقد كشفت بيانات البنك المركزي القطري أن الحكومة القطرية ضخت نحو 7 مليارات دولار في المصارف المحلية الشهر الماضي بحسب ما نقلت وكالة رويترز لأنباء وذلك في خطوة من الجانب المركزي القطري للتعامل مع تراجع ودائع المقيمين والقطاع الخاص في البنوك القطرية وقالت وكالة بلومبرغ إن المركزي القطري طلب من البنوك المحلية التوجه للأسواق الخارجية وطرق أبواب المستثمرين الأجانب للحصول على التمويل بدل انتظار المساعدات الحكومية في ظل اتفاق أزمة نزوح الودائع وكانت الودائع الخارجية في البنوك القطرية قد تراجعت بنسبة 8% خلال شهر يوليو يتوقف رصيدها عند نحو 43 مليار ريال بعد أن هابطت بنسبة متشابهة في يونيوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر